وهناك أمر مهم أيضا نستخدمه في كلامنا كثيرا مثلا صلاة العصر ما إعرابها كلمة صلاة اسم أنفعل اسم ما إعرابها مبتدأ ما حكمها الرفع صلاة شوف الصلاة شيء مختلف تماما عن العصر الصلاة شيء والعصر شيء لكن لما جمعت الكلمتين صلاة العصر الكلمتان معا عبرتا عن شيء واحد صلاة العصر صار لهذا التركيب معنا خاص فماذا أعربنا كلمة العصر هنا قلنا إعرابها مضاف إليه بمعنى هذه الكلمة مرتبطة بما قبلها معناها مرتبط بما قبلها لا يمكن أن تفكها هي مضاف إليه صلاة العصر مصباح البيت مصباح شيء والبيت شيء لكن عندما أضفتهما صار معنا مركبا من كلمتين أنت سميت شيئا بكلمتين فالآن لو قلت لك صلاة العصر طيب ما بالها؟ أخبرني عنها أقول لك واجبة ما إعراب واجبة؟ كلمة واجبة اسم ولا فعل اسم لأنني أستطيع أن أقول واجبة فصلاة العصر واجبة ما إعرابها؟ صلاة مبتدأ العصر مضاف إليه واجبة خبر كلام النبي وحي كلام شيء والنبي شيء كلام النبي شيء واحد لما أضيفت الكلمتان لبعضهما صارتا شيئا واحدا كلام النبي فكلام مبتدأ كلمة النبي مضاف إليه وحي خبر وأحيانا الخبر هو الذي يضاف إليه يعني محمد رسول الله محمد مبتدأ رسول خبر كلمة الله جاءت مضاف إليه طيب المضاف إليه ما حكمه الإعرابي؟ الجر بيت الله صلاة العصر مصباح البيت قائد الجيش مدير المدرسة كتاب الله بيت أبي لسان العرب قلب المدينة دائما مضاف إليه مجرور